تتميز مملكة البحرين بتاريخها العريق وحضارتها الغنية التي تمتد لأكثر من خمسة ألاف عام وبحضورها المشرف وسط الحضارات الإنسانية كمركز للإشعاع الثقافي والفكري فحصدت بذلك المملكة الاعتراف العالمي بمنجزاتها وإيجاد نفسها من خلال الثقافة والتراث على خارطة العالم هي المملكة الحاضنة لتاريخها العريق وحضارتها الغنية الممتدة لأكثر من خمسة آلاف عام وهي عاصمة الثقافة والفن ومركز للإشعاع الفكري فباتت مملكة البحرين اليوم الوجه والملاذ لكل من يبحث عن المواطن الثقافية والفنية والفكرية ولرفض الحركة الثقافية حرصت البحرين برؤى جلالة الملك المفدى على توفير البنية الخصبة والذي تمخض عنه إنشاء هيئة البحرين لثقافة والآثار برئاسة معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة فعملت الهيئة بكل اقتدار وحكمة على الترويج لتاريخ المملكة العريق كبلد حضاري متميز يتسم بالحيوية والانفتاح على الحضارات الإنسانية والثقافات المتنوعة وبالرغم من تداعيات الجائحة التي حطت برحالها على العالم بأسره استطاعت الهيئة إيجاد مساحة جديدة وإبداعية لتواصل مسيرتها الثقافية عبر المنصات الإلكترونية الجديدة والمتنوعة وبدأت هيئة الثقافة والآثار مشوارها الحافل هذا العام في الفضاء الإلكتروني عبر تتشيني الزيارات الإفتراضية ثلاثية الأبعاد لعدد من المواقع الثقافية بالمملكة ولم يقتصر الحضور البحريني الثقافي على مثل هذه البرامج والفعاليات الإفتراضية فحسب وإنما امتد هذا النشاط لعدة أنشطة واجتماعات ثقافية على أرض الواقع وفق الإجراءات الاحترازية فمن منا لا يتذكر مهرجان البحرين الدولي للموسيقى الذي طل على عشاقه بحلة مغيرة عن الأعوام رفعا شعار موسيقى العالم إلى دلم حيث تمكن محبو الموسيقى من الاستمتاع برحلة موسيقية وهم من داخل سياراتهم الخاصة حفاظا على سلامتهم ولم تنسى هيئة البحرين للثقافة والأثار الاحتفاء بالذكرى الثامنة على إنشاء مسرح البحرين الوطني الذي تفضل جلالة الملك المفدى بافتتاحه وتتويجه كهدية ثمينة بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية ليحتفظ منذ ذلك الزمان بين جنباته بالإرث الحضري والثقافي الزاهر في البحرين حصدت مملكة البحرين الاعتراف العالمي بمنجزاتها وإيجاد نفسها من خلال الثقافة والتراث على خريطة العالم ولذلك فقد اخترت في العديد من المحافل نموذجا عربيا فريدا باعتبارها رائدة في الحراك الثقافي والفكري في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر